أنا معرفش أصلاً إذا كانوا هيرجعوا لبعض ولا لأ ما عنديش فكرة بصراحة فأنا يمكن كنت محظوظ شوية لإني حضرت جيل عبقرة في تدريس التمثيل زي ما قلت لحضرتك دكتور أشرف زاكي، دكتور سنق شافع، رحمة الله عليه، أستاذ جلال الشرقاوي، أستاذنا وأستاذ الأجيال طبعاً الدكتورة ساميرة محسن، يعني مجموعة كبيرة أثرت في تكويني كممثل لأن الناس دول كانوا بيربونا على فكرة أن أنت لازم عشان تبقى ممثل شاطر تبقى فاهم كل اللي بيحصل حواليك إيه، يعني لازم تبقى فاهم الإخراج بيعمل إيه وبيفكر إزاي من خلال وضعك اللي أنت فيه دلوقتي لازم تبقى ملم بكل حاجة بتحصل حواليك في اللوكيشن نفسه من دكور لإضاءة لتصوير لإخراج لكل الحاجات لازم تبقى مركز فيها وعارف عنها وفاهم فيها صدقيني ده برضو بيعمل حت التمييز كده حتى لو ما كانتش بنشوفها بالشكل الواضح قوي بس في النهاية بتؤثر شبه هل يقولوني فعل المفاجأة لإنه الشفانة لآخر الحديث؟ إيه اللي هيرجع عنده تاني للملاك والمشهد اللي هيجمع بنا؟ هو أنا مش عارف بصراحة هو ده اتزع ولا لأ عشان أقدر هتكلم عنه لإني يعني انقطعت عن متابعة المسلسل بقالي كام حلقة كده لإني بصور كاملا... نحن المسلسل بقاله لسه ده ماذا تزعش بشأن مش هينفع نتكلم عنه، معليش خالص آه من شأن ماذا عن اي حاجة، إن شان ده أنا ماضي عقد أين بس مش هينفع احنا نكشفها من هنا عشان ده بالنسبة لي أنا يدرني ويدر العمل وكده مقدرش هاديكو حاجات اكسكلوزيف عن الدور الجديد اللي انا بعمله في سوتس تمام يعني ده ممكن اكلمكو عنه لان انا ما كلمتش اي صحافة عن الدور ده خالص فهو ده اللي انا ممكن اكلمكو عنه ويبقى حصري انها مسلسل بيت زع دي ما اقدرش بصراحة موضوع صعب جدا انا بعمل دور في مسلسل سوتس او البدل تمام هو سوتس ده مسلسل اجنبي اكيد احنا كلنا عارفينه احنا عاملين له فرومات بالعربي عاملين سوتس بالعربي ودي عاملها نفس الشركة اللي كانت بتعمل اس ان ال بالعربي هم يعني تقريبا ده بيشتغلوا بالشكل ده بيعرفوا يجيبوا فرومات من بره ويعربوها ويعملوها بالعربي استسطر الجنيني مع احمد داود ومع اسر ياسين والله كواليس العمل لطيفة جدا هم الاتنين جمال قوي انا بحبهم جدا بصراحة يعني بحبهم من قبل ما اعرفهم انا ما كنتش اعرف اسر ياسين قبل العمل وبرضو من خلال العمل لسمكة يعني محتكناش ببعض قوي ما بقيناش اصحاب بس بس هو لطيف جدا انا حبيته وحبيتش شغلة معايا وا احمد داود انا اصلا بحبه جدا انا لسه جديد قوي على اسرة المسلسل فممكن في الفترة اللي جادي يعني ممكن اللقاء اللي جاي ان شاء الله قبل ازعة المسلسل يكون في حاجات كتير احكيها لكم بس هو لحد دلوقتي لسه ما فيش تفاصيل تتحكي بس هو انا عايز احكي لكم بقى الحاجة ظريفة جدا حصلتلي في ابو العروسة بعد المشهد اللي كان عند الجواهرجي اللي كنا بنشتري فيه الشابكة وبعد كده ماما جت وقالت لفيفيان ان هي كذابة يعني وكده انا بعد المشهد دا اتحجمت جدا على السوشيال ميديا بشكل فضيع جدا وابتدت الناس تدخل تبعاتلي حاجات غريبة ان انا ان انا قدي ايه اندرو دا ندله وقدي ايه موقفش جنبها وهو كان ممكن يسمحها ويكمل معاها من جديد وبتاع وان هي مش وحشة وما كدبتش في حاجة كبيرة وبتاع ومن اغرب الحاجات اللي حصلتلي انا فيه واحدة انا طبعا عندي ناس كتير جدا على الفيسبوك معرفهمش مش اه اصدقاء على الفيسبوك بس انا معرفش مين الشخص بعينه من اغرب الحاجات فيه واحدة دخلت بعاتتلي ميسج كبيرة كده بارتيشن كده حلو جدا مونولوج طويل اه اه مونولوج كلام 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 اللي هو احنا لو كنا مرتبطين انا وهي كان الموضوع هينتهي اسهل من كده من كل المونولوج ده ومالتلي كلام كتير 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 وبعدين في الاخر امتعملالي بلوك اعدت ادور هي مين دي واعدت ادخل من اكاونتات صحابي عشان اعرف مين دي يمكن بتتكلم في حاجة مش المسلسل فعلا الكلام كبير لدرجة ان انا ابتديت احس ان الكلام ده ليا انا لشخصي مش لاندرول فاكتشفت ان انا معرفهش خالص وان هي كانت بتتكلم عن الشخصية خدت سكرينشوت من المساجات ونزلتها على الصفحة عندي وانا متخيل ان الناس هتبتدي تدحك معي يعني هيبتدوا يدحكوا معي على رد فعل البنت دي او ان هي تفعلت مع المسلسل الحقيقة وكده استقربت جدا رد فعل الناس انا لقيت الناس كلها بتشتمني معاها ما تحكش عليكي انا انا كممثل عامل دور الدور يتشتم ببقى مبسوط لما الدور يتشتم وان كانت الشتيمة ساعت بتجرحني بس في النهاية برجع اقول لنفسي الدور هو اللي بيتشتم مش انا ومعنى ان الدور يتشتم يعني هو اثر مع الناس او الناس تفعلت معي ده بيبقى نجاح كبير بصراحة وفي نفس الوقت بتبقى ذكريات جميلة لواحد لما يفتكر الادوار يعد يدحك عليها انا كان عندي لايف من كام يوم عملته مخصوص عشان الموضوع ده وطلبوا مني اكتر من حد فيه جروبات كده على الفيسبوك زي جروبات الماميز وجروبات المسلسلات وحاجات كده بما ان احنا جمهورنا في المسلسلات في الدراما عموما اغلبوا من الجنس اللطيف سواء كانوا ستات كبار او شباب او بنات لسه صغيرين بس هو احنا جمهور الدراما في مصر اغلبوا حريمي تمام عملت من فترة قريبة كده من كام يوم لايف لجروب من الجروبات دي وعايز اقولك هو الجروب كله ستات نص الستات بيحبوا اندرو تمام ونص الستات متضايقين منه جدا ومشتايقينه اللي بيحبوا اندرو تفاعلوا معاه وشافوا ان هو ما كانش ينفع يكمل حياته على كتبة كبيرة واللي بيحبوا فيفيان ومتفاعلين معاها من الاجزاء الاولى وعارفينها تعاطفوا معاها وشافوا ان يعني دي كتبة كتبة بسيطة وما تأثرش على العلاقة هي ما خانتكش مثلا او ما عرفش ايه بس هو في النهاية زي ما قلت لحضرتك مسلسل ابو العروسة مسلسل اجتماعي هناك جزء كبير طوعوي تمام للناس وهو ده الجانب اللي مهتمين به اكتر من اي حاجة الجانب التوعوي يعني انا ما ينفعش اصبح قدول حد في في صين معين و FAW evaluated على حاجة غلط يعملها أنا لو خليت أندرو يسامح فيفيان على كتبة زي دي ويكملوا مع بعض ويتجوزوا ويعيشوا حياتهم وبتاع أبقى بقول للناس لو وجهتوا كتبة زي دي في حياتكم عدوها وكملوا ولا غلط معين ده غلط أنا ما قدرش أقنع الناس بحاجة زي كده ما قدرش أوجه للناس نصيحة زي كده احنا في النهاية بنعمل حاجة توعوية في شكل درامي يعني أنا بقدم للناس معلومات أو شوية حاجات أو خبرات حياتية يعني تنور لهم طريقهم وهم ماشيين في الحياة بصي هو برضو تعالي نقول هي ما كانتش خيانة وما كانش كده هي عندها تطلعات من بداية من بداية ظهورها خالص فيفيان متطلعة عايزة تبقى حاجة وعايزة تبقى في ليفل معين ليفل معيشي معين وعايزة تبقى هي طموحة تمام ولكن الطموح ما يقودنيش للكد يعني إذا كنت أنا طموح فدي حاجة ما تعبنيش خالص طموحي مهما كان ملوش سقف عمره ما هيعبني إنما الغاية تبرر الوسيلة لو أنا كانت وسلتي للغاية اللي هو الطموح ده التواء أو كتب أو معرفش إيه فأنا لازم كدراما أقول لا الوسيلة دي مش هتوصل ما عرفش أنا معرفش أصلا إذا كانوا هيرجعوا البعض ولا لا ما عنديش فكرة بصراحة بس هو كل الناس يعني كل الناس اللي متابعين المسلسل بيقولوا ده أنا معرفش يعني وحتى لو أعرف مش هقول